طلاب حبايب إحنا بالمحاضرة سابقة. حتشين على لدوات رورط. قبل لنقول laramerican السلام عليكم قبل نقول شونكم إن شاء الله تكونون بخير خلي نذكركم بالمحاضرة السابقة بالمحاضرة السابقة نحن بلشنا بأدوات الربط بس المحاضرة السابقة كانت أساسيات لأدوات الربط اللي هي أصلاً موجودة بمزمة أساسيات بس أنا حبيت أشرحها مع الموضوع مثل ما قلت لكم لازم نفوت بهم بالمواضيع شرحت لك أنا أساسياتك بوحدة أنت ما رح تقراهنها تقول يلا بعدين أبلش بهن باشرة بلش بهن بس أنا أحكمك بالموضوع إذا ما تقرأ الأساسيات ما رح تضبط الموضوع فحتى شنو يعني حت له شتت من أشخاص يسختون لازم تقراهن لأن هذا الموضوع عندما أدوات الربط صراحة ما تفهمه إذا ما تفهم الماضي البسيط والماضي المستمر وحب شكلات ماتهم إليه إضافة الانجي وإلى آخرين طلاب إحنا نجع لأدوات الربط إحنا قلنا أدوات الربط دولي جسر يربطوا لك بين زمنيا اللي هو زمن الماضي البسيط وزمن الماضي المستمر فهمنا الهناني ماضي بسيط ماضي مستمر يعني من تسمع شيء اسمه أدوات ربط هذولي الأدوات يربطوا لك بين ماضي بسيط وماضي مستمر صيغة السؤال بالامتحانة شون تجي رح يقول لك put one verb verb معناها فعل put that ضع فعلا واحدا one verb ضع فعلا واحدا impossible ضع فعلا واحدا بالماضي البسيط فهم رح يطيك فعليا رح يطيك قوسيا واحد معده يقول لك خلي بالماضي البسيط and one in past continuous وواحدا في الماضي المستمر طلاب مرح تجيك جملتين كل جملة بها قوس هذان الجملتين بها أداة ربط تربط بيناتنا أداة ربط وحدة من عدن ماضي بسيط لازم تصير وحدة من عدن لازم تصير ماضي مستمر زيني أستاذ أنا بكيفي هاي أقول عليها بسيط أحلها بسيط وهاي أقول عليها مستمر وحلها مستمر لو شنو يعني برأيك انت شا تقول أنا ما أقول هيشي السالفة مو هيشي نهائيا إذا هيشي لات كلها رح تحل بكيفك انت صير صير الشغلة يعني سهلة أنا هنا لازم اعتمد على أدوات الربط علي مرح اعتمد؟ اعتمد على أدوات الربط فأنا لان منطيك هنا قاعدة اش قايل لك؟ طريقة صاروخية أول خطوة شو تقول؟ تقول انتبهوا ياه انحدد أداة الربط شو نحدد؟ نحدد أداة الربط استاذ ليش نحدد أداة الربط؟ هل سرح نيجي عليها؟ حدد شنو؟ أداة الربط اثنيا محددة أداة الربط بعدها شو راح تسوي؟ انحدد الأزمنة انت محددة الأداة الربط بعدها شو تحدد؟ تحدد الأزمنة ثلاثة انجاوب حسب الزمن المطلوب انجاوب حسب من؟ حسب الزمن المطلوب يعني انت اللي طلعت انت مو حددت هسه حددت الأداة حددت من خلال هالأزمنة بعدها تروح تجاوب حسب الزمن الموجود أستاذ شنو يعني نحدد الأزمنة شوف أنت مو راح تحدد الأداة من خلال الأداة أنت تعرف زمن الماضي والمكانة البسيط وزمن الماضي المستمر والمكانة راح تقول لي سهنا عشان طلعت حصارتي شامل أخوة السلفاء باو عليه عندي آني أدوات ربط أربعة كم أداة ربط عندي أربعة لكن هن بالأصل اثنين لأنه الوين والآنت هن واحد والله الواحد هذاني وين وآنت هن واحد شغلهن الآز ووايل أيضا شغلهن واحد يعني اثنين هن نفس الشغل يشتغلن اثنين هن نفس المعنى واثنين هن نفس الشغل واثنين هن يربطن بين جملتين واثنين هن نفس الشغل واثنين هن نفس المعنى واثنين هن يربطن بين جملتين فخلي بالك أنه الوين نفسها أنت والآنت نفسها وين الآز نفسها وايل والوايل نفسها آز أوكي باو عيال هذول الوين وآنت دائما يجي وراهم ماضي بسيط دائما شي يجي وراهم يجي وراهم ماضي بسيط يعني من نشوف وين وانت الجملة اللي وراهم مباشرة اللازم تكون ماضي بسيط هنش قد جمولتين الجملة اللي وراهم لازم شي تكون ماضي بسيط الجملة الاخرى لازم شي تكون ممتاز ماضي مستمر ماضي بسيط وراهم تبه وراهم ماضي بسيط والأخرى مستمر الأخرى شنوه مستمر فأنت عندك جملتين جملة وحدة ماضي بسيط اللي تكون وراء الأدوات مباشرة المال وين أنت والأخرى ما راح تكون ماضي مستمر أحفظيها بهاي الطريقة وراهم ماضي بسيط والأخرى مستمر لازم تفهم بهاي الطريقة شون يعني؟ يعني هس آلي عندي هنانا وين تبه يا مزقوع هنانا وين وهنانا شنو؟ هاي جملة وهاي جملة هاي الجملة الوراء الوين مباشرة راح تكون عندك بسيط حرام انكشف حرام الله هو راح يجي يعترف فهنا بسيط إذن هذا راح تكون عندك مستمر نفس الشيء ذلك يتاند وراها بسيط والأخرى راح تكون عندك مستمر ها حلو اللي هنا أنا حلو زيان اللي هنا خلصنا لا عندنا بعده هواي نسولف هواي نحكي اليوم نلغي عند الآز والوايل هذول شنو شغلهم هذول بالعكس هذول وراهم مستمر يعني الجملة اللي وراهم هي مستمر والأخرى بسيط هالجملة الأخرى شنوية ماضي بسيط يعني شون اتبهلي شوية هايا منية هايا وايل هايا منية هايا آز وراهم جت جملة قبلهم جملة او هما جنب البداية المهم يعني انا اروح الوراهم مباشرة الوايل وراهم مباشرة مستمر اذا هذا مستمر حرام ينكشف تلقائيا اذا هذا ش راح يكون عندك هذا راح يكون عندك بسيط هذا الحش كل خرط احفظي اياها اكتب لي شو كتب لي انتهنانه راح تكتب لي دائما الآز والوايل يحضننه للماضي المستمر الوين واند يحضنن من للماضي البسيط فكل واحد ما اخذ زمن وياه الزمن الاخر هو بعد يبقى طايف هنا هنا نحله زمن العكس يكون فانت عندك وين واند وراهم بسيط والجملة الاخرى مستمر الزوايل وراهم مستمر والجملة الاخرى بسيط هاي من الاخير يعني زين استاذ هس احنا حددنا اداة الربوط حددنا الازمنة بتروح على الخطوة الثالثة مباشرة الجواب حسب الزمن اللي اخذناه بالمحاضرة السابقة قلنا اذا ماضي بسيط راح ارجع اذكرك مرة الاخ لو اي دي لو شاد لو اي دي لو شنوه شاد اذا من في دي دينت وفعل مجرد زين الماضي مستمر نخلي لو وز لو وير والفعل نضيف لا اي ان جي اذا من في وزنت او ويرنت فعل اي ان جي استاذ احنا الافعال الشادة ما حفظناها لحد الان جاي السوي لعد انت يا حظي جاي تقرأ انت داي افعال الشادة لحد الان 14 فعل ما حفظتهم شون تجيب المين لعد بالامتحان الوزاري هاي المين ما تجيب السهولة لما تحفظه تقرأ انت بايدك لازم تحفظهم ضروري لازم تقراهم ادوات الربط ما تقدر تضبطها او هو القواعد كله ما تقدر تضبط ادوات الافعال الشادة والافعال الشادة احنا هناخذه المينة سهلا عليك 14 هنا خمسة هنا ثمين هنا ثلاثة هنا لحد ما في الوزاري اللي من هنكون ينكح وش ما حطانه بجيبنا فانت مطالب هسه اذا ما قاري المحاضرة السابقة اللي هي المحاضرة رقم 3 اللي اخذنا بيها الاساسيات ما ادوات الربط لازم تروح تقراها هسه لازم اجباري ضروري تقراها تتفهمني شون هنا فهسه احنا شنو يجينا على الخطوة الثالثة اللي هي ما الاساسيات بالمحاضرة السابقة ادواء العزمنة ماضي بسيط شون حله وماضي مستمر شون حله هسه انا راجعت لك يا اهم اسرين اوكي ماضي بسيط اي دي شاد ماضي مستمر واز ويرفع الان جي هاي من الاخير والاضافات بعد اخذناها وحفظناها احنا اوكي هسه راح نجي على التمرين اللي هو صفحة 42 بالملزمة عندك بالملزمة صفحة 42 وبالنشاط موجود يمك ايضا الصفحة صفحة يمكن خمسة هي تشي بكتاب النشاط موجود عندك هذا اللي هو ادوات الربط باوعو يا ايه صفحة 42 ماذا تقول وشو تقول صفحة 42 تقول يا محفوظ السلامة والبقي put one verb in past simple اخذناها المطلب قبل شوي هياك هذا هذا المطلب put one verb in past simple ضع فعلا واحدا بالماضي البسيط and one verb in past continuous يعني انت هنا انا واحد تخلي ماضي مستمر واحد تخلي ماضي بسيط استاذ شو نعرف؟ هسه راح نجي انا ياك نعرف شو احنا شرحناها بس راح ناخد نطبقها للامثلة اول مثال شي يقول يقول اي think about you and then you ring me i think think معناها افكر about you عنك افكر بيك يعني about you and then ومن ثم you and then bring me تصلت بيك يعني انت شو تفكر بيك وتتصلت بيك and hello شو عندك هنانة عندك هنانة and اداة الربط and شيجي وراها؟ يجي وراها بسيط اذا هذا ماضي بسيط اذا هذا ماضي بسيط يعني هذا شن هي؟ هذا مستمر فهذا راح نكتب عليه مستمر واضح؟ هذا ماضي بسيط وهذا شنو مستمر استاذ شون عرفت انت سويت لنا سحر لو شنو انت؟ انت طبعا تقول لي راح تقول لي والله انت حافظ قبل شوية شرحناه عندي and وراها بسيط والجملة الاخرى ش تكون مستمر الاخرى مو الاولى وثانى الاخرى فهاي بما انه انت هنا عندي بسيط مستمر هسة نجي الحل الاقربون او لا بالمعروف فانت عندك بالبداية لازم مترهم يعني اترهم هاين من اقربون او لا بالمعروف؟ اه؟ لا انا اترهم عجوي اترهم مو؟ اه حلو بس يعني حتى تحفظ ان انت تتحل بالبداي القوس بعدين ترى القوس الثاني قوس الثاني انت حدد تماضي مستمر مو لوني غلطان لا ما غلطان حددناه شنوي حددناه ماضو مستمر كرار الماضو مستمر شنو قاعدة مالت شنخليه ابو الانجي هلو ابو من ابو الانجي اتختصرت هنالخير قلت ابو الانجي بس قبل ما نخلي الانجي لازم شنخلي احنا لواز لوير حسب اي اي ساخذ امتاز وكلام الله تطلع مية لو تنتحني وزارك وكلام الله تجيب مية ما تنتحني حظش بي اي ماذا تشجعني انت تدفعني لسالس مو دا دفعك وكلام الله عدك يعني عدك عدك يعني نباه مطبيعي معلم انت مملكزو ايا انت شد بالتليفون تتقضب اي واضي شبيكم لعنتي حظش بيك شبيكم واز فالفعل شنخلي لي اي انجي هاي ما بها قواعد مال اضافة من تهيب كي احنا ما اخذنا هذا ال كي مدرشنة هاي فواز تينكين استاذ يبعا الي وين الفاعل يابا الفاعل تريد كتبة كتبة هنانا اور اي عادي سير اي واسلنكي شوني مشكلة او ما تكتب نهايين اهم اماك مشكلة المهم انت بس تحل القوس ماذا بسيط؟ ماذا بسيط؟ أبليدي وشاد مو؟ هذا شاد أخذناه من ضمن الشوار فالرنج يصير يصير رنج هذا الرنج يصير عندك؟ يصير عندك رنج بس الاي تحولها إلى اي هذا هو حل بشكل كامل صعب؟ لا مصعب، سهل جدا والله كلام والله أسهل موضوع هو هذا، يعني موضوع بسيط جدا وسلس عندك هنا من هو؟ الوايل الوايل وراها مستمر والجملة الأخرى بسيط ماذا مستمر بشنو صارت؟ ببسيط، نجعل الماذا المستمر الماذا المستمر قاعدت تقول لو وز لو وير الآي ياخذ وز الفعل تضيف لآي أنجي منتهي بآي والآي تحذف ونضيف آي أنجي دهر دهرك إذا ما حذفت لآي وراها حلينا الماذا المستمر هسا شنحلن؟ نحلن البسيط البسيط هذا نوك لو نضيف لآي دي لو شاد هذا ما أخذناه احنا من ضمن الشوار فياخذ إي دي وينتهي عندك الحل ماذا بسيط لو ايدي لو شنو لو شعر زين طعا خلني نجي نترجم هاي الجبلة اللي فوق ويطلق بيك الصادح نحن نحب الترجم طبعا تيك يأخذ أشاور معناها دوش يعني أسبح ده أخذ دوش ده أتحمم أو ده أستحم أستحم تيك الشاور كلمات بالعربي طفروا ما عرف الترجم بالعربي خصاص انجليز خصاص انجليز طبعا تيك شاور أنا ده أستحم شخصا ما طرق الباب يعني بينما أنا شندا أسبح شخصا ما سوي نوك ده دور طرق الباب كلمة دور مهمة ليه معناها باب أوكي شخصا ما فاعل هنا بس هو مجهولة هالفاعل واضح زيان أنا داع نظف غرفتي أنا داع نظف غرفتي بس مهم ثلاثين وجدت فلوس لقيت فلوس under my bed under معناها تحت my bed فراشي تحت فراشي my bed ماي هنا أنا قلت لكم بالمحاضرات الساوقة إن هذي يسمونهم مفعول ضمير تملك اللي هو شيء إليك عاد يعني my bed فراشي her bed فراشها his bed فراشه هو their bed فراشهم our bed فراشنا نحن واضح؟ يعني bed معناها اسم منشوف ضمير تملك الوراء مباشرة اسم اسم من هو bed فراش هاي كلمات مهمة راح تفيدنا بقطعة مصطفى كلمة bed كلمة door كلمة find أوكي كلها راح تفيدنا بيمن room أيضا راح تفيدنا بقطعة زيت طارق العفو بقطعة مصطفى اللي هي بالمحاضرات الجاية المحاضرات الجاية أقصد I clean my room and شلي قيت هنانة لقيت هنانة and find مما أنه عندك and هنانة إذن هذا راح يكون عندك بسيط هذا شنو؟ هذا بسيط إذن إذا هذا بسيط يعني هذا ش راح يكون؟ مستمر هذا ش راح يكون عندك؟ راح يكون عندك مستمر فإنت قلنا الأقربون أولا والمعروف اللي هي مترها من نهاية بس اللزقها عليها فنجي إحنا هنانا شنو نقول لها I ياخذ was لأنه مستمر I was والفعل clean يصير عندك cleaning وينتهي عندك الحل ما القوس الأول جملة الثانية قلنا عليها ماضي بسيط والماضي البسيط لو ايدي لو شاد إذن هذا الفعل ياخذ هذا الفعل شاد مو ياخذ إيدي فش يصير find يصير عندك؟ خذناه بالمحاضرة السابقة يصير عنده found وكان الله يحب المحسنين بس يجي زين ارو على الجملة الرابعة Luckily شريفة not drive so fast when the child run into the road هاي كلمات بها حلوة هاي Luckily لحسن الحظ معناها Luckily معناها لحسن الحظ مرات لانتش عرفت الشغلة تصير وانت يعني يعني شون يقول مثلا شغلة ممكن انت تخطفت شغلة سيئة بحياتك تقول luckily لحسن الحظ انه ما صار هاي الشغلوية Luckily شريفة شريفة اسم بنية not drive لم تقد so fast بسرعة وين عندما the child الطفل run into the road run into the road run معناها ركضه into the road الى الطريق يعني ما كانت يبشي بسرعة لما الطفل يعني خطف من قدامها فهلانا نجي نحله طلاب مثلا عندك كلمات road مهمة يعني كلمة road ناخدها هواية عندك مثلا drive يقود هم رح ناخدها the child الطفل اذا نجي معناها تصير children اطفال يعني هاي كلمات مهمة جدا فنجي هسا احنا موضوعنا شنو موضوعنا ادوات الربط من اداة الربط وين هسا انت تصيحلي بصوت عالي حتي اسمعك الوين الوين شي يجي وراها يجي وراها بسيط هسا هاي الجملة ش راح تصير راح تصير بسيط اذا هاي الجملة ش راح تصير عندك هنا مستمر هنه ما اقول غير هنه زمنية لو بسيط لو مستمر انت اذا حددت واحد يعني زمن الثاني راح اقولك تراني هنا اوكي زيان نجي بالبداية قلنا الاقربون اول المعرف اول واحد يا زمن مستمر احنا المستمر وشون نحله خلي لووز لوور هسا اكرر اذا حليت لهاية انا بعد ما ادرس وانت الدرسوا مكاني هاي يالا قدامهم الراين لا قوس الاول ما فيه نفي اي شو صير شرقة اللي اجعلتنا هو الشير مؤمدة عشان شريفة شريفة النزل شريفة ما اخيته اللي ما نزل لووز حلو والفحل انت كمان هو زين ووز ما فيه انت قلت اي ما فيه شو صير يعني سير ووز نت ما ممتاز والفعل ولفعل لا هال خليلة اي اي لحده فيش نسوي حالها كرارة بعد ما درسان يب هاي قم قدرس مكان كرارة بعد ما درسان سهلا سهلا استخدت عزا مش سوي وهذا وغالت شنو هاا هو مشعق بعد ما درسا يلا اخطيك يابل اسموع بالصحي هيا ايه ايش صري يعني هاي؟ لا. بس اليو سرعي. بس اليو شي صير عندك؟ السرعي. طعنان هوني يعني هالها بالمناسبة تراي. هي مو هي شي باوا. ايه. ايه. صح. انا شم سوي هناني. انا حالها اصلا يعني مفروض هي ايو. يعني هي تصير. هاي هي تصير. ايه. ايه. شو صير اهناني ترجع ترجع السرع شن هو? راح اصير عندك الران بالاي مو باليو. الران. هاي. هاي. هذا ينتهي الحال عندك لنماظه بسيط وشان? شن انتكراك؟ لماذا تعلم هالي انتكراك؟. شن انتكراك. هاي. ما نعلمك عليه؟. صدق؟. صدق؟. هاي يعني. هاي. هاي. ايه. هاي. 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 سيحصل ونفهمني. هاي. هاي. دمرتني دمرت. دوسلا يا ميقاك ماخذ مكاني. لا اخذ مكانكم. صدق؟. والله تستهل انت شاء الله. شاء الله نشوفك الى الاول على رقب التدريسة. يا الله. اثيف تيك اورا كلوتس. او او على عناد المضغوطة. ايه. 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 اثيف تيك اورا كلوتس حلوة هاي الكلمة يهم حاول ترجمها اثيف معناها لص يعني حرامي تيك اخذ يأخذ اوار كلودس يعني اوار كلودس هي حلوة هاي اوار كلودس ملابسنا ليش حطينا قبلها اوار عندك هنا دا ترجم لك حتى تفتهم ما لعلاقة بالقواعد ها بيترجم وستدنشطه اوار يعني ملابسنا احنا من اقول ماي كلودس ملابسه عنه من اقول هز كلودس ملابسه هو من أقول her clothes ملابسها هي وإلى آخرها يسموها ضمار تملك تيجي قبل الاسم فclothes هي ملابس أو clothes يسمونا هي بالإنجليز مو clothes clothes اللي شي صير عدك صير عدك ملابس واضح فلس أخذ ملابسنا while بينما we swim بينما كنا نسبح فهنان عندك while الوراها شنوه مستمر هذا شنوه بصير احنا الازوه وقلنا شنوه راه مستمر والجملة الأخرى شراح يصير عدك بصير هس نجي احنا قلنا الاقربون اولاو شنو بالمعروف شتحل بالبداية البسيط لو المستمر بصير البسيط ما ارادلشي نشيد وطني لو ايدي لو شنوه لو شعب بما ان انت عندك هنانا تيك بالماضي شو صير صيرتك ممتاز عندك الماضي المستمر قبلها ممتاز ممتاز كرار انت تحش عليه انت بخلص كلية كرار انت بخلص كلية كرار لا تحش عليه سوم شا تضيف لها ing بس بايش من انتهي ايه صحيح وقبل علا واحد ان انضعت في الصحيف شا نضيف نضيف ing كرار انت الله انت مدرس انجليزة يعني 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 بخلص كل يمان انجليزة ايه 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 بينما كنا نصدر الضوضاء بينما كنا نحن نهوس نصيح نعيب فكلمة نويز معناها ضوضاء أو يعني هوسة فقالت إنا استرخوا حتشوا على كيفكم لا تحشوا بصوتها هنا عندك الجملة منية عندك أداة ربط as أقول طلاب شي يقول لي يقول لك هاي بابا هاي أس هاي ضمير مفعول به تيجي بعد الفعل يعني مثلا أقول watch us شاهدونا tell us أخبرونا يعني تجور الفعل هنا أو بعد حرف فجار وإلى آخر يعني يجي شي بس يعني مو أداة الربط أداة الربط as a-s هاي u-s تبه دير بالك فأاز نجي هسة شين قلين 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 يابد آاز يجي وراها ماضي مستمر شي يجي وراها مستمر إذن هذا مستمر إذا واحد مستمر يعني ذاك أش راح يكون بسيط ماك غيرها يعني إنا بس إذا قول الشيء إنت تحدد واحد بالثاني ومكشوف يعني إذن إحنا الأقربون أولى بالمعروف الماضي البسيط شين نسوي هنا أنا الفعل لو نضيف اللي إيدي لو شاء هذا الفعل tell هذا مو قياسي ما نضيف لأيدي يصير عندك told هذا هو الحل مات أوكي بعدها شين نسوي أن نروح على الأيمن نروح على الجملة الثانية اللي هي ماضي مستمر الماضي مستمر أيضا نشيد وطني lower ونضيف ing للفعل ويتأخذ where أستاذ أنت شون دا نضيف where ووز هنا أنا شون دا تعرف طبعا انت ماشا بالمحاضرات الثانية شون تعرف لك أبوية على الفاعل فاعل مفرد نضيف لوز فاعل جمع نخلي where هنا أنا جمع نخلي where وي معنا نحن جمع الفعل make دائما بالمستمر شي ياخد ياخد ing أستاذ ورا حتى تلقي هنا أنا ورا الكي حلفناها طارت أوكي هذا هو الجملة الثانية هسا نجع على آخر جملتين بكتاب النشاط حنا أنا بدأ دائما نحل التمارين يعني أحب حل التمارين مع كتاب بعدين نروح على الوزاريات أحلهم لأنه الكتاب هو وزاري ترى يعني هو الكتاب هم من الوزاري بعض زين my sister hide my purse under the bed while I not look my sister أختي hide أخفت يعني ضمة نحن نقول my purse اللي هي الجزدان under the bed تحت السرير while بينما I not look بينما لم أكن أنا أنظر يعني ما تشتباه عليه ويضمة الجزدان تحت الفراش فعندي while ال while مستمر هنا أنا تصير ها فصير نجي هنا نحل الماضي البسيط الماضي البسيط hide بالماضي صير head هذا الفعل لازم احنا حافظينه hide يخفي صير head الجملة اللي بعدها wasn't I wasn't I wasn't looking ing وينتهي عندك الحال فاضح يا طلاب هذا هو حنا للجملة زين نجي على النقطة الثامنة جملة الثامنة I see carry the shopping from car my grandmother slip and break her uncle نجي على هاي الجملة لقينا هنانا as اقراها هنانا ش لقيت لقيت هنانا aunt يا هو راح ناخد يا أداة رابط أنا راح اجيب لك السياة أداة رابط وس قبل لا اقول لك خلي اترجم لك يا هو بينما هي كانت تحمل the shopping المسواق يعني shopping المسواق يعني مشتري من السوق جاي from car من السيارة my grandmother جدتي جاب المسواق شادتها من السيارة slip انزلقت 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 يعني اه ممكن دت مش عدقاء بها موية وهي تشي انزلقت and break her uncle انكسرت شنو her uncle او انكسر اللي هو شنو الكاحل مالتها تو الكاحل مالتها هنانا عندك كلمة uncle واخدناها بالمحاضرات السابقة يعني كاحل breaking انكسر فهي كانت بينما كانت تحمل الغراض من السيارة المسواق من السيارة جدتي شبيهة صار انزلقت وزحلقت وانكسر ساق اول عفو الكاحل مالتها هذا الحجي هسا الهنانا كترجم استاذ شون اختار بين الاز والاند هسا هنانا عند وهنانا شنو هن هنان اص اجا اقول لك شون اول شي هنانا هاي نهاية الجملة هاي نهاية الجملة الاولى شكوا شي وراها بعد ما يعتبر اداة ربط يعني شكوا شي ورا هاي ورا الفارز ما يعتبر اداة ربط هذا احنا عدنا جملتين انا قلت لك هسا هاي جملة وهاي هنانا صارت جملة ثانية فما يصير هي جملتين تربط بناتين اداتين لا هي جملتين تربط بيهن اداة وحدة فالادات اللي راح اختارها انا هنانا راح اختار الاز سين استاذ اريد توضح لي اكثر شوف اهنانا اند مو اداة ربط هاي هاي ما رابطة بين جملتين رابطة بين فعليا بين هذا الفعل وبين هذا الفعل بس هي مو اداة ربط ما تعتبر اداة ربط هنا حتى تفتهم اكثر بعض فبما انه انا عندي فعل وهنا فعل مباشرة اذا هاي ما تعتبر اداة ربط هاي تعتبر اداة تربط لك بين فعليا زين استاذ شراح يصير بعدها انا اقل لك شراح يصير راح تجي تعتبر على از از يجي وراها ونستمر مثل ما اعرفنا زين الجملة الثانية لعد شنو الجملة الثانية راح تكون بسيط شوفوا ياهنانا على البسيط البسيط عندك ترسارة وقوسين دير بالك هذا بسيط ودهك راح يكون عندك شنوة راح يكون عندك ماضي بسيط استاذ زين شون انا عرفتهن مو اكو اند هاي الاند قلت لك مو اداة ربط الاند اذا اداة ربط لازم تربطك بين جملة مو بين فعليا هاي مو اداة ربط هاي معناها و هي شي شي في سلب و بروك سلبت و بروك يعني انزلقت و انكسرت فهنانا شنو نجي انحل ذا لذول البسيط احنا نجي قلنا الاقربون اولاب المعروف هذا مستمر الشي تاخذ الشي تاخذ واز بما انه مستمر والشي تاخذ شنو تاخذ واز والفعل كاري يصير عندك كاريينج اوكي بعد هالما ذو البسيط احنا نروح نشتغل عليه اثنينات هن بسيط هذا ياخذ ايدي وهو اصلا يعني عندك من تير حرف صحيح وقبله علة واحد اذا نضعف الصحيح ونضيف ايدي القوس اللي بعده بريك يصير بالماضي شنوه يصير بالماضي بروك واضح يا طلاب صير بالماضي شنو عندك هل بالوزاري يجيبون هاي الصيغة هاي لا بالوزاري يجيب لك قوس واحد لو قوسين ما يجيبون ثلاثة يعني هنا انا الجملة الثانية رح يجيب لك قوس واحد ما يجيبون ثلاثة واضح؟ فحتى تفتهم اكثر بعد خاطر نخلص موضوع القوسين اذا جاب لي قوسين مو قوس واحد رح نجي ناخذ الوزاريات اوكي هذن الوزاريات اللي هنجايات على القوسين استاذ يعني هذول ما جايات اللي يخذنها نقول لا هذول جايين من ضمن التمرين بس انا دحتي لك الوزاريات اللي هنه خارج التمرين يعني مو ضمن التمرين اللي هنه قوسين يجي قوسين يجي قوس واحد انا يخلص لك على القوسين بعدين نروع القوس الواحد نحلم ضمن التمرين سكيتينج آيس سكيتينج حلو؟ بعدها فال أو فال شنو صير عدك؟ صير عدك فال بالماضي ليش؟ لانه هاي شاده مقياسي وي درايف طبعا آيس تسكيت معناها يتزلج آآ 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 فال أوفر وسقطت فال أوفر سقطت يعني شنو اتزلج فشنو هناني سقطت فال أوفر كنا نقود بسرعة عندما شاهدنا سيارة الشرطة بوليس كار سيارة الشرطة أول شيء هنان عندك عند وراها بسيط وهذا شرح يكون عندك مستمر فنيجي هنانا نحل الوي تاخد 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 شنو عندك هنانة تاخد الفعل يصير درايبينغ أوكي شي يصير عندك درايبينغ الماضي السي شي يصير يصير عندك سوب الماضي مزيح عندما شنيت أقرأ قصة سمعت صوت عالي سمعت صوت شنو عالي أو غريب نقدر نقول هنانا معناها غريب صوت أو أمو صوت ضوضاء ضجة أيضا تعتبر شوانا تصير هوسة بفلان مكان هاي سموها نويز أو سترينج نويز صوت غريب أو ضجة غريبة هاي شي شي يعني عندك وعالي وراها بسيط العفوه مستمر وراها مستمر والجملة الأخرى بسيط هاسا نجي نحلهم تاخد بالمستمر الفعل شو تضيف له تضيف له I-N-G الجملة اللي بعدها Here بالماضي صير عندك Heard Here صير عندك Heard هذا كل الحج اللي أخذناه بمنق القوس هسا نجي على القوس الواحد بس هسا القوس الواحد لازم عرض لك الملزمة ف احنا شراح نسويسة راح ناخد شوية استراحة امو دقيقتين ثلاث دقائق ناكل نشرب بها شوية صح صح نرجح نحل لك القوس الواحد قوس الواحد واضح يا طلاب خليكوا يعيب طلاب هاسا نجي على الوزاريات اللي انه القوس واحد احنا بالكتاب ما عندنا قوس واحد محلول عندنا بس تمرين قوسين بس الوزاريات يعني النسبة كبيرة تجي تجي قوس واحد يعني انا مخليك كل وزارات القوس الواحد من 2013 حد هاي السنة إلى سنة 2024 كلنا مخلي لك ياهن هي اكتر شي يجبون الكتاب يعني صراحة بس انه مرات القوسين يحلو له قوس ويطق قوس الاخ يقلك تحلم يعني واحد مجهول واحد معلوم واحد مجهول بس قبل كونش لازم تفهم بانه هذا الشرح موجود عندك من ملزمة ادوات الربط يبلش من صفحة 40 شوف هذا ادوات الربط مشروحة رح نحتاج حالتين لهذا الزمن حالة الرثبات حالة النفي قبلها ماضي مستمر قبلها بعدها رح تجي تشوف هنا نطيك امثلة على ماضي مستمر ماضي بسيط ملخصات للماضي البسيط ولماضي مستمر الأفعال الشهد نجد لك الأفعال المهمة بالماضي البسيط هنا اللي تحتاجها في هذا الموضوع يعني هذا التمرين اللي احنا حليناه قبل شوية اللي هنال الجمل الثمانية كاتب له كان نحلت له كان قبل شوية هنال الجمل أيضا نحليناه الوزاريات اللي هنال قوسيا نجنك هسا ناخد جميع وزاريات القوس الواحد اوكي نجي ناخد جميع وزاريات القوس الواحد ركزوا يا ايا ركزوا يا ايا زين اوكي باوع نجي هسا على يمن نجي على وزارات القوس الواحد قال لك ماي فون رانج ماي فون تليفوني دق وايال وي واتش موفل كوريك صحح الفعل ما بدين انت شن عندك عندك وايال انت تعرف الوايال طلاب الوايال احنا نعرفها يجي وراها يجي وراها مستمر اذا هذا هنا انا شكو اكو بسيط البسيط هو حال لك يا الفعل رانج حال لك يا يعني ما يحتاج تحل انت مرة ثانية راح تجي انت تحل بس الماضي المستمر وي احتاج تحل تحل شنوة ماضي المستمر الماضي الماضي المستمر وي واش دي موفي صير وي الفاعلار اذا كتبتني ما اكتبته عادي ما يكن مشكلة وياخد وير و الفعل واش صير عندك ووتش او زيان A boy run into the road بين إباتشان سلام دي يسوق بسرعة طفل أو بوي طفل معناها أو ولد خطف من قدامه على الطريق شوف الوايل يجي ورها مستمر المستمر وحال لك يا واز درايفينج إذن البسيط البسيط لو يدي لو شاد الفعل ران يصير ران بالاي مو بالليو يعني من الليو تحولها إلى المنحولها إلى آي هاي قبل شوية حليناها بس احنا حليناها قوسيا هنا عندك وين إذن وراها بسيط إذن هذا هنا مستمر المستمر هو حال لك يا يعني هو حال لك ياها انت تجد حل الماضي البسيط الماضي البسيط السي شي صير طلابي صير عدك بالماضي واضح سي صير عدك صير عدك صور خانشوه والله حال ماتنا صحيح سو هاي حال ماتنا صحيح اوكي يعني الملزم الخليق قدامه كنت حج بس هنا وي وير واشنغ صحيحة عندي هنا نران أيضا صحيحة فالحال ماتنا شنو حال ماتنا صحيح وايل ماي باقج وايل ماي باقج امتعتي go through the x ray machine I walked through the metal detector هنا عندي وايل الوايل وراه مستمر إذن هذا مستمر القوس الأول هنا بسيط قوس الثاني هو حال لك يا ووكت بي ايدي فأنت مايحتاج تروح تحل المرة ثانية تجد حل المستمر لو واز لو وير ماي باقج مفرد تاخد واز والفعل الآن بحل المرح تريد من تجو هل يعني ماي باقج امتعتي شوف ماي باقج هنا عندك الامتعتي تجي الجمع تجو مفرد انت حسب شنو تقصد بيها إذا احنا ده نقصد فاجمع راح نخلي وير يعني هاني اسم جمع ممكن يصير باقج امتعة او حقال بس انا ده اقصد عن امتعتي اني ده احتي على فد شي مفرد يعني ممكن اني امتعتي كلها اعتبره شي واحد فراح اقول شنو اقول عليها واز يعني هي انتذا ما لقيت اسهنانة فانا هنانا جمع لو قايل اجمعها مجموعة امتعتي او مجموعة امتعة فصير عدك بس هنانا مفرد فاذا شنو اذا واز الجملة اللي بعدها اثيف اخذ ملابسي واراها مستمر اذا مستمر شي صير صير عدك واز مية من فيه شنو صير صير وازنت هل فعل شنو اضيف له اضيف له اي ان جي شنو اضيف له اضيف له اي ان جي طه انا راح نشوف اسهل حلماتنا صح حلماتنا صح صح حلماتنا صح صح اه تشوف زيان نيجي على الجملة اللي بعدها اي تنك اباوت يو ان دين يو رانج مي هذا موجود عندك بالكتاب نصا فتيجي شو تقول له بما انه انت عندك هنان عندك هنان عندك هنان انت اذا معناها الوراها بسيط هو محلول البسيط نيجي هنان على المستمر راح نحل ايش تاخد تاخد واز الفعل شو تضيف له اضيف له اي ان جي شو راح اضيف له اضيف له اي ان جي اوكي صير واز تنكيك زيان جملة اللي بعدها شي تال اس تو بي كوائت عندك هنان از المستمر هو حال لك يا وير مي كينك انت تجي تحل البسيط التال بالبسيط شي يصير يصير عندك تول اوكي نعني ترى ونفس القوسين بس هنا انا هو واحد حال لا واحد ما حال انت تحل لازم يعني نفس الشي ترى ماك ماك فرق بيناتهم as he was running حال لك ياها as he was running حال لك ياها مستمر انت تجي تحلها بسيط بما ان عندك as قلنا يعني مستمر وهنا راح يكون عندك بسيط الفول شي يصير يصير عندك fail واضح بالماوي we drive to the beach when we heard the lauri crash عندك وين الوراها بسيط اذا هذا هنا راح يكون عندك مستمر مستمر ويش تاخد تاخد where we were بالفعل drive اضيف ل i and g driving واضح هذا هو الحال مرته نجي على الجمل اللي بعد خالد play football when عندك هنا انا شنو عندك هنا انا وين we broke his uncle طلاب الوين شي يجي وراها بسيط اذا هذا راح يكون عندك مستمر البسيط هو اصلا محلول يعني broke هو محلول ماضي بسيط نجعل المستمر خالد خالد واحد واثنين خالد واحد فاش ياخد ياخد was اوكي play ضيف ل i and g كل شي ما تحول بما انه y فينزل نفس ما هو ونضيف ل i and g playing a thief to take our clothes while we were swimming هاي قبل شو حلينا نفس راح تنعاد عليك فيصير عدك شنو سير عدك توك بالمواضي اوكي ابي ابي معناها شنو هاي الابي البي اه نحلة flew طارت into the kitchen الى المطبخ الى المطبخ while i make a birthday cake بينما تشنت اي اندها اصنع شنو بيردي كيك معناها كيكة عيد الميلاد واضح زين ش راح يصير انتهنانة عندك عندك هاي هي حالك هاي البسيطة تفحلي المستمر فالايش تاخد تاخد was الفعل make شي يصير يصير making i and g واضح يا طلاب هذا هو الحل بشكل كامل نجي هسا نروح علي من؟ نروح علي الجملة اللي بعدها الجملة اللي بعدها شو تقول؟ تقول they camp هم camp معناها يخيم in the desert في الصحراء هم كانوا يخيمون وين؟ في الصحراء desert معناها صحراء desert صحراء when عندما they saw شاهدوا بينما هم شاهدوا large snake large كبير snake make افعى افعى كبيرة انا عندي هنا انا وين؟ هذا الوراها بسيط اذا هذا مستمر فانت تجد حل بالبداية المستمر البسيط هو حل لك ياه they ايش تاخد؟ تاخد where الفعل camp شي يصير يصير camping ing واضح يا طلاب هذا ينتهي عندك الهنان الحل جملة اللي بعدها شو تقول when i met or meet عندما قابلتها at the airport في المطار مونة طبعا هنا انا شنو عديك؟ ان شاء الله كلش مهمة لازم تعرفها انو هاي يكون هنا في فارزة وفاصلة حتى شنو؟ حتى سرجو ملتين هاي هنا ايه نجي على الجملة شعدك التهنان عندك وين؟ الوين وراها داما شي يكون يكون بسيط هذا هو المستمر حال لك يا was wearing انت تجد حل البسيط فقط الميت تصير مت بالماضي بسيط هسا نجي نشوف هن هاية حالها صح هاية حالها صح هاية حالها صح هاية حالها صح تشوف كلين حالا صحين هذا نحل هنا نحن بعدها شنو عندك؟ عندك إيا رعا قبيل بسيط ا outras طبعا قبيل شiment حل لانها عدت تwwww كنا دا اكل من طائر تور في المطبخ يعني تور داخل المطبخ واضح يا طلاب هس نجي نشوفه صح لو غلط حالنا صح زيان كوريكت صحح زيان شعدك هناني قدك آز وراها مستمر هو حالك يا الرجال تيجي على الماضي البسيط الماضي البسيط هذا قياسي مو شاد ما اخذناه من ضمن الشواد فيصير عندك ليش ضاعفنا لانه قبل حرف صحيح لانه قبل حرف عله ومنتهيب حرف صحيح اذا نضاعف ونضيف ايدي زيان بعدها شراح يصير هنانا رح نجي على الجملة الاخرى خانش محنى صح بالله اي صح نجي على الجملة اللي بعدها جملة اللي بعدها شقال لك قال لك قال لك هو الوا كحلو ديشوف حتى بالقواعد موجودات ذني يعني الكلمات اللي اخذناها بالدرس الاول تويستد الوا او كاحل التوة ويل هي بلاي فتبول بينما كان يلعب كرة القدم ويل وراها مستمر هذا بسيط هو حالك يا بي ايدي انت تحل بس المستمر الهيش تاخد تاخد والس الفعل شو تضيف له ضيف له اي ان جي اوكي هذا هو الحل مالك هذا خلص لهنا انتهى عندك حال هذا الموضوع مرات ايضا يجيك على شكل اختيارات شي يجيك على شكل اختيارات يعني مو كلش مكرر اختيارات بس اذا جاك اختيارات شو نتحلى حتى نشوف الوزاريات ما الاختيارات طبعا هاي بس الوزاريات اللي هنا جايت بالاختيارات طلاب نقطة الاولى شي يقول يقول ماضي لو مستمر مستمر بما انه عندك وين هنا بسيط اذا هنا لازم شي تكون هاي الجملة لازم تكون مستمر زي ان المستمر وقت لو اكيد تختار ليش لانو انا عنده وين بسيط قبلها لازم شي يكون يكون مستمر فبما انه هو المستمر واز ووكي فنختار واز ووكي واضح هذا هو الحل مات انا اتكلم عنك وان ثم انت هذا لحل لك يا ونا مستمر يعني هنا شن عندك ورا الانت عندك بسيط البسيط رينجينج لو رينج لو رينجز اكيد رينج اللي هو الماضي بسيط كنا نقود الى البيتش الشاطئ اول شي احنا ما يستطيع نختار الهيرنج ببحده لانو اي بس اي انجي اه ثاني شغلا احنا عدنا وين وراها بسيط اذا هيرد نختار لانو ماضي بسيط وايل وي سوم لو وير سومنج اثيف توك اول كلوز وايل يجو وراها مستمر مستمر هو وير سومنج انه نفس ان الجمل فوق مكامرات على شكل اختيارات واضح يا طلاب هذا انتهي عندني هنا الموضوع هسه بعدها شن اللي راح يصير عندك هذا الاختبار هذا الاختبار عليك انت تحله واضح يا طلاب ود الزيب المجموعة اللي اني حاطها اليك مال الدورة واضح يا طلاب تحله هذا بس هذا تحله يعني مشروع مشروع بشكل كامل يعني اختبار خارجي يعني ما لا يلاقه بالوزاريات ولا يلاقه بالكتاب بس مجرد حتى انت تشوف نفسك لتفتهم الموضوع لو لا منطيك هنا انا انا اش كم جملة منطيك خمس جمل حل مالتهم انت لازم تحل هذا الموضوع واضح فحتى تشوف نفسك انه انت ضبطته لو ما ضبطته لو بس مجرد انت تقرأ لحالك واضح يا طلاب وانا ايضا راح ارجع ان ازل لك يا بالمحاضرة الجاية يعني على المحاضرة الجاية ان شاء الله المحاضرة رقم اربعة اه بالمواضيع الاخرى انا راح اجي احلك هذه اللي اعبر لك للمواضيع الاخرى اوكي يعني بس لازم انت تتدرب علي يعني مو تنتظرني احلي الا انت تحله وبعدين تقول والله صلى الله انا حليته لازم انت تحله قبلي وانا احلك يا حتى شوف انه حلك صح او لا هذه هي المحاضرة رقم اربعة احنا هاي المحاضرة قبل انخلصها لازم شنو عندنا لازم ناخذ الانشاء لازم شنسوي لازم ناخذ الانشاء ليش لنحب المحاضرات السابقة او بالمحاضرة السابقة اللي هي المحاضرة الثانية ومثالثة اخذنا انشاء سطر واحد اخذناها سرح نجي نكمل فالسطر النوب حتى شنو نضبط الانشاء وهي اليونت الاول يعني من خلص اليونت الاول لازم نضبطيني انشاء مالتي خلا اخذكم في رحلة من البحث على الانشاء ليس على كنز بل الانشاء مع اليونت الاول رحلة من البحث يا صفحة اي استاذ يا صفحة والله نعسيها صفحة ما ادري انا ما اذكر بس بالسبعينات اعتقد يمكن بالسبعينات ايه بالسبعينات ايه ايه هنا اسرح تتلان هاذي پي abajo لا 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 مهنا 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 وصلنا 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 دقائق 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 اي هذا الان شاء يا الله احنا بالمحاضرة السابقة على ما اتذكر يعني محاضرات السابقة احنا شرحنا لحد كلمة سموكرز او لا بالمحاضرات السابقة احنا شرحنا لحد كلمة سموكرز اوكي لحد هاي الكلمة سموكرز نحن نرجع نعيدها مرة لخ رح نرجع شو نسوي نعيدها مرة لخ باوعوا لهي لحد كلمة سموكرز منا لحد كلمة سموكرز اخذها بالمحاضرات السابقة هل تفتهمني هنا من السموكينج؟ قلنا السموكينج هي خطيرة للناس اللي يدخنون أو المدخنين السلبين يعني تأذى صحة المدخنين والمدخنين السلبين ليش تأذى هم يعني شنو الغاية؟ راح نبدي من إت دامجز تأذى الرأة، هارت، القلب معناها الجهاز التنفسي هناك العديد من مخاطر الإعلانات التدخين يعني أكو هواية مخاطر الإعلانات التدخين فنرجع عيدة إت دامجز ذي لونغ إت دامجز ذي لونغ هارت عن ذي راسبتوري سيستم هي تأذى الرأة والقلب والجهاز التنفسي هناك العديد من مخاطر الإعلانات التدخين هناك العديد من مخاطر الإعلانات التدخين راح أكثر من مرة حتى شنو حتى تضبطها؟ فإت دامجز ذي لونغ هارت عن ذي راسبتوري سيستم هناك العديد من مخاطر الإعلانات التدخين فأنت هناك تحفظ لحد هذا بالمحاضرات الذولية أوكي يا طلاب لحد هناك يعني هذا المقطع عريضة من عندك بشكل كامل واضح؟ هذا اللي إحنا راح نحتاجه بالمحاضرات اللي هي المحاضرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يعني أول أربع محاضرات لازم أنت مخلص المقطع الأول أوكي يا طلاب لهنا خلصت محاضرتنا لهذا اليوم نشوفكم إن شاء الله بخير وصحة وعافية وكرر نايم ما يدر شكو ماكو نشوفكم إن شاء الله مخلصت ما سدد قم سدد المتة ثانية نشوفكم إن شاء الله بخير يا طلاب وبشروننا بمتحاناتكم ودرجاتكم الحلوة اللطيفة حتى يصيرنا حافز أكثر نستمر بعد نقدم شرح أقوى وهذه كل اللي عندنا أرجع راجع المحاضرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة اللي رح يكون عندك محاضرة مراجعة أو تراكمية بيها امتحان تراكم ورح يكون به عندك واضح يا طلاب شوفكم إن شاء الله بخير وفي أمان الله شكرا شكرا شكرا